تزينت حديقة الأرمان لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك وقد سيطرت أجواء من الفرح على الزائرين الذين استمتعوا بمشاهدة أكثر من 1200 نوع من النباتات والأشجار النادرة كعادتها في كل مناسبة تزينت حديقة الأرمان لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقة الألعاب إلى جانب فتح ما يقارب من 34 غابة شجرية لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد بالمجان بنختر بدرية أمن الجيزة يعني هما بيبقوا معنا بيبعطلنا فرقة مشكورين بيتنظم معانا الحركة الداخلية في حضرتك بنختر الهائة المطافي وهائة الإسعاف ده تحسوبا لأي حاجة تم التنسيق كمان بالنسبة للعملين كنا بناخد أساس أنهم متوجدين طول أيام العيد ونبطشيات على طول علشان خاطر أن نوفر سوى للراحة لكل الزوار الحديقة أجواء من البهجة سيطرت على الزائرين مع الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 1200 نوع من النباتات والأشجار النادرة إلى جانب فتح حديقتين الصبار والورود داخل حديقة الأرمان والتي تفتح أبوابها من التاسعة صباحا لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الفترة المباركة نحن متوجدين كل عيد بنيجي هنا سواء شام نسيم أو العيد الفترة أو العيد الكبير بنيجي قابل أخويا هنا الأطفال بيلعبوا ونلعب شطرنج وضع مناقب كده كل عيد بنيجي هنا وعشان الأطفال يلعبوا ويتبستوا أنا بأجي كل عيد هنا بحب ألعب هنا مع عيلتي وبلعب برحتي أنا مبسطة مع أخواتي والدقائي بنتفسح وبلعب مع صحابي عادنا نلعب مع صحابي وأخواتي واتبستنا قوي حديقة الأرمان تعد واحدة من أكبر الحضائق والمقامة على مساحة 28 فدانا وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات إلى جانب قسم لتبادل البذور مع جميع الحضائق والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم جرمين إبراهيم التلفزيون المصري